أهلا بكم أكد جلالة الملك عبد الله الثاني على أهمية ترويج الأردن كوجهة للسياحة العلاجية مشددا على ضرورة تعاون الجميع لتسهيل عملية وصول المرضى العربي والأجانبي إلى المملكة مع مرعاة على معايير السلامة للحفاظ على استقرار الوضع الوبائي وبحسب وزيرة السياحة والأثار مجد شويكي فأنه تم استحداث موقع إلكتروني لتقديم خدمات الحجز والدفع ومن جانبه أشار الدكتور فوز الحموري رئيس جمعية المستشفيات الخاصة أنه سيشترط على كل مريض يرغب بالعلاج أن يقدم فحص كورونا سلبي قبل مجيئه إلى المملكة وستتكفل المستشفيات الخاصة باستقبال المرضى والمرافقين عند وصولهم إلى المطار أو المعبر الحدودي ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج وعند الانتهاء من العملية العلاجية يقوم المستشفى بإيصالهم إلى المنفذ الحدودي أو أحد الفنادق المتخصصة بالحج الصحي